السلام عليكم ومعنا فيديو جديد هو هعلمك ازاي تفتح اي تلفون مقفول حتى لو كان التلفون ده مقفول برقم سري او معمول له نمط ونسيت النمط او حتى كان معمول ببصمة ونسيت البصمة وبكررها دايما انا مش مسؤول عن اي استخدام غير اخلاقي للطريقة دي انا بس بشرح الطريقة دي للناس اللي معهم تلفونات ونسوا الرقم السري بتاعها يلا نبدأ مع بعض اول حاجة هتضغط على زرار الباور الموجود في الجنب عندك ضغط المطولة حوالي 5 ثواني تحط ايدك على زرار 5 ثواني وما تشيلش ايدك لحد ما يجيب لك 3 خيارات هتضغط على الخيار الاول اللي هو ابها في التشغيل برضو ضغط المطولة حوالي 3 ثواني لحد ما يجيب لك الوضع الامن تمام هورهلكو تاني هتضغط ضغط المطولة على زرار اقاف التشغيل لحد ما يجيب لك الوضع الامن هنلاقي التلفون افل لوحده وعمل ريستارت هنستنى حوالي نص ديه لحد ما يفتح معنا وهسرع الفيديو عشان وقت حضراتكم أول ما يفتح بعد الريستارت هيظهر لنا الوضع الآمن أسفل الشاشة ده الوضع الآمن هورهي لكم تاني لازم تتأكدوا أنه ظهر لك الوضع الآمن وإلا الطريقة مش هتشتغل معنا مصبور ولو ما ظهرش الوضع الآمن يبقى تعيد الخطوات تاني من جديد لحد ما ظهر لك الوضع الآمن أسفل الشاشة وبعدين هنفتح التلفون عد بالطريقة العادية ونضغط ضغط غفيفة على الشاشة هنلاقي مش هيتلب منينا أي رمز سري أو حتى نمط أو حتى بصمة وعشان حضرك تتأكد بنفسك هتدخل للاعدادات واتروح لكفل الشاشة وهتروح لنوع كفل الشاشة هنلاقي إن كفل الشاشة تحزف تماما طيب هنقفل بقى الوضع الآمن بقى ونرجع للوضع الأول اللي هو وضع التلفون العادي هنحاول نضغط على كلمة الوضع الآمن أسفل الشاشة كذا مرة لحد ما يجينا إشعار فوق اللي هو مكتوب عليه إشعار إلغاء الوضع الآمن هنضغط عليه وبعدين هنعمل إقاف تشغيل ونفتح التلفون مرة تانية وحنستنى شوية لحد ما التلفون يفتح وطبعا هسرع الفيديو برضو عشان وقت حضراتكم هيفتح معنا التلفون كده في الوضع العادي ومش هيتلب مننا اي رمز سري او نمط او بصمة هندخل للاعدادات وبعدين نختار كفل الشاشة ونختار رمز السري جديد او نمط انا هختار نمط وهقفل التلفون بتاعي عادي بالطريقة العادية وافتحه بالنمط اللي انا مختاره دي خلصت معنا بطريقة واتمنى تكون استفدت من الشرح ومش هوصيك تعمل لايك وكمنت وتشارك الفيديو مع صحابك